أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين القرآن والأديان السماوية كلها هدفها تحرير الإنسان من تسلط الإنسان ليكون عبدا لله الذي خلقه فسواه فعدله وهذه الآيات التي بين أيدينا أنوانها أو تبين لنا ضعف المعبودات من دون الله كل معبودا من دون الله ضعيف لا يستحق العبادة والأدلة كلها تدل على أن الله وحده تبارك وتعالى هو الإله الحق الله هو الذي يستحق العبادة يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه عفوا إن الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس إن الله سميع بصير يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور أنا كنت ذكرت سابقا أن تسلط الإنسان على الإنسان يكون بطريقين وجاءت الأديان السماوية كلها بلا إله إلا الله أي لا طاعة ولا خضوع إلا لله فلا تسلط من إنسان على إنسان ونحن عندنا في الإسلام الشهادتين الذين يدخل الإنسان فيهما في الإسلام هما أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله أشهد أن لا إله إلا الله أي أشهد أنه لا طاعة ولا خضوع إلا لله خالق الكائنات وأشهد أن محمد رسول الله أي أشهد أن تبليغ أمر الله لا نأخذه إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى لا يتسلط علينا متسلط باسم الدين أنه قريب بنا الله هو ابن الله هو ما معرف إيش هو وليه وخط ولل حاله ولكن إذا جاءنا بأمر لم يأتي عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نقبله فتكون الحرية الحقيقية الصحيحة في هذا الدين الحق ما في مجال لإنسان أن يأكل ما الإنسان بالدين لا نأكل الدنيا بالدين فتسلط الإنسان على الإنسان ذكرت قبل قليل يكون بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر بشكل مباشر مثل الفراعنة بدءا من فرعون موسى إلى فراعنة القرن العشرين بالحكم العسكري والديكتاتوريين كلهم فراعنة عندما يأمرون بما يريدون ويجب على الناس أن تنفذ هذا حكم فرعوني إيش ما كان سموه ملك أمير أجير حاكم ديمقراطي الديمقراطية من الإيش إيش ما بريدوا يسموه إذا كان تسلط الإنسان على الناس في الحكم يحكم بما يشاء وعليهم أن يطيعوه ومن أفاء ومن عصاه يعاقب أيا كانت العقوبة من عقوبة التي كان ينزل فيها الناس إلى الأقبيلات التعزيم فيموتون من العذاب أو إلى أخفي منها أو أشد فهؤلاء فهؤلاء طواغيط وهؤلاء على الناس على البشرية إن كانوا مؤمنين أن يتحرروا منهم ويطيعون الله وحده لا شريك له الفراعنة في القرن العشرين بدأوا يتسلطون على الناس بأساليب ملتوية وهي أن يجعلوا شيئا مقدسا ثم يتسلطون على الناس من وراء هذا الشيء المقدس وهذا ما حصل في عبادة الأصلا أو عبادة البقر أو عبادة الشمس أو عبادة القمر كل ذلك توجيه الناس إلى شيء مقدس ظاهر العيان أو غائب عن العيون ومن وراءه يتسلط المتسلط بأنه هو حامح ما هذا الشيء وهو المقرب إلى وإلى آخرين الأصنام تنمز إلى شيء مقدس ولكن حقيقة الطاعة ليست للأصنام للذين هم زعماء في تلك المنطقة ولذلك رسولنا صلى الله عليه وسلم عندما كان يؤمن بعض الناس يأتي أبو جهل فيعذبه ويقتله مثل ما قتل عمار وعمار بن ياسير ياسير وزوجته سمية وكذا قتلهم بالتعذيب أبو جهل فقال عنه الرسول صلى الله عليه وسلم إنه فرعون هذه الأمة لماذا؟ لأنه يجبر الناس على تقديس الصنام وشاتب محمد الإنسان ما هو مجبر على طاعة الفلاء انتبهتوا فهؤلاء أبوا فعذبهم وقتلهم إلى آخره فهذا التسلط إنسان على إنسان بشكل غير مباشر نمرود يتسلط على الناس بشكل غير مباشر لأنه عندما حاكم هذا اسمه سيدنا إبراهيم عليه السلام تبين تبين إبراهيم لا ذنب لهم أحجار قسرها سأوخرها ما هي الشغلية؟ عاقبول لأنه قسر أحجار ولكن حرقوه ماذا قال؟ عندما انقطعت حجته نمرود قال حرقوه وانصروا آلهتكم يعني مش أن آلهة ما هو مش أنه الحقيقة هو إبراهيم كسر حكم نمرود عندما كسر الأصنام فهو سيحرقه من أجله لأنه بدي يأخذ السلطان منه يجعله لله انتبهتوا فقال حرقوه وانصروا آلهتكم فرعون مصر متصلط بشكل مباشر ماذا قال عندما أمر بقتل السحر الذين آمنوا بموسى زنبهم أنهم آمنوا بالحق الذي جاء به موسى وأعلنوا توبتهم من طاعة فرعون وأنهم سيطيعون الله ماذا قال لهم؟ ما قال لهم باسم الآلهة مثل نمرود؟ لا قال آمنتم به قول له نسيت الآية والله لا تأخذونه قبل أن آذن لكم هو بدي يأذن لك واحد بدي آمن من الخلقه هو بدي استأذن من فرعون ايه طبعا سلطان فرعون هو الأصل عنده ما بصير يخرج من سلطانه لسلطان الله لاحظتوا الفرق بين عبادة الأشخاص بشكل مباشر وعبادة الأشخاص بشكل غير مباشر فرعون قال آمنتم له قبل أن آذن لكم هذاك الممرود قال له أحرقوه وانصروا آلهاتكم إذن أي نوع من أنواع الخضوع للمخلوق تحرمه الأديان السماوية فإن كان مباشرا يعتبر هذا الطاغية فرعون وإن كان غير مباشر الطاغية هو فرعون ولكن يتستر وراء أشياء غير في العصر الحديث ما بقى في واحد يعني يستحسن وجود الأصنام ومع ذلك موجودة لذلك عندما دخلوا إدلب المسلمين عندما دخلوا إدلب وحرروها من جنود الطغاة صاروا يكسروا صنم حافظ الأسد ليش لأنه هذا يعتبر التأثير في عقول الناس وبالعقل الباطن وهذا يعني خالد هذا كذا خالد عم عفسه الناس وبذلو عليه خالد في جهنم بإذن الله تعالى هكذا أخبرنا الله تبارك وتعالى أن كل من يخون الله ورسوله ويسلم الأرض اليهود هو خائن وهو فاجر ليس فقط كافر مصيره النار فعندما يقولون عنه خالد نقول نعم خالد في جهنم بإذن الله فهؤلاء أيها الإخوة المقدسات كلها في العصر الحديث صنعها الناس من أجل أن من وراء هذا المقدس يتسلطون على الناس فوحدة حرية اشتراكية هذا صنام صار لا في وحدة ولا في حرية يفتح ثمه مو بس بقرب بيته وبيته وبيت أمه ولا في اشتراكية إلا للحاكم اشترك بع بعض مع طغاته ليقتلوا الناس وهذا ما رأيناه بأعيوننا وسمعناه بآذاننا وقد بيّنه لنا الله من قبل ولكن كثير مننا ما كان يتلو آيات الله أو كان يتلوها ولا يفقهها كمثل الحمار يحمل أسفارا والعياذ بالله تعالى نسأل الله على عفين فربنا تبارك وتعالى بيّن لنا أن العبودية لغير الله لا تجوز لأن غير الله لا يستحق العبادة فهو ضعيف وهو لا يستطيع خلق شيء والله خالق كل شيء المخلوق المعبود لا علم له والله عليم بكل شيء كما برنا معنا في نص سابق فربنا تبارك وتعالى يضرب لنا مثلا يبين فيه ضعف المعبودات وأن هؤلاء التائهون الضالون الذين يتركون طاعة الله ويختارون بإرادتهم الحرة الطاعة والتبعية للمخلوق إنما يضرون بأنفسهم ويتبعون معبودا ضعيفا لا ينفع ولا يضر فيقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له يا أيها الناس الذين يعبدون غير الله ضرب مثل يبين الله فيه حقارة الأصنام والمعبودات والمقدسات التي جعلها البشر مقدسة من دون الله تبارك وتعالى نبين لكم حقارة وسخفى عقول من يتبع هذه المعبودات تدبروا حق التدبر وتفهموا حق الفهم إن الأصنام والأوثانة والشعارات التي تقدسونها والبشر من الطواغيط والطغاة التي تعبدونها لا تستطيع كل هذه المعبودات بأشكالها المختلفة مقدسة كانت أو عندها جند عسكر تقتل الناس وتخيفهم حتى تستعبدهم أيًا كانت لا تستطيع أن تخلق ذبابة ولماذا ضرب المسر بالزبابة؟ الزبابة حيوان صغير حجمها صغير أجهزتها صغيرة خرطومها صغير سمعها صغير بصرها صغير ولكن خرطومها أيها الإخوة يفرز مواد تحلل به الحلوة الجافة سكر تفرز مادة بتحلله بصير سائل فتمتصه بخرطومها وتتغذى به هذا أول شيء بغذائها بصرها كل العين ليست فيه عينة واحدة إنما فيه عيون متعددة وحلقات متعددة هذا الجزء الصغير في عين من عين الزبابة تبصر به بعين متعددة جميع الجوارب سبحان الخالق هذه الزبابة الصغيرة هل يستطيعوا معبودا من معبودات البشر أيًا كان مفكرا زعيما عنده عسكر عنده جند عنده آلات عنده معامل عنده طيران عنده طيران المجرم يستطيع يقصف رؤوسنا ويموث أولادنا ونسائنا هل يستطيع أن يخلق ذبابه فعلى ما يستحق أن نستعبد له ونترك طاعة ربنا الذي أنزل علينا حكما عربيا مبينا ونطيعه هو هذا المجرم العميل للدول الكافرة الفاجرة ومن ورائها إسرائيل هذا هو المنطق والعياذ بالله تعالى هذه الحرية التي يقولون رحل حرية اشتراكية هذه الذبابة رغم صغر حجمها إذا سلبت المعبودة شيئا لا يستطيع المعبود أن يستنقذ هذا الشيء من الزبابة ناخد معبودات صنفين صنف معبود مباشر وهو الفراعنة وصنف معبود غير مباشر وهي الأصنام أو كل شعار مثل الأصنام إذا جاءت زبابة على الصنف كما ذكر العلماء وكانوا يعطرون الأصنام بالعطور فأخذت من هذه العطور شيئا هل يستطيع الصنف أن يمنعها أو يأخذ ما أخذت منه لا لا يستطيع إذا هو ضعيف لا يستطيع أن يدافع عن نفسه وعن حقه فكيف تعبدونه أيها الجهال الحيوانات لا يفعلون ذلك إذا جاءوا إلى شيء ولا يوجد فيه شيء ينفعهم يبتعدون عنه وأنتم تعبدون من يضركم ولا ينفعكم لا بئس المولى ولا بئس العشير لو فرضنا هذه الذبابة جاءت على فرعون من الفراعين البشرية اللي عنده الطيران بصدر أوامر اقتلوا وهذا مفتي فرعون مفتيه هدولي الحالة بمنطقة الحرة هنم طلع منهم الصاروخ على منطقة النظام وهو كاذب كذبوا عليه فصدقهم أو بيعرف أنهم كذبين ولكن يريدوا أن يرضيهم فأفتنهم بالقصف هنم يقصفون بدون ذلك ولكن يريدون أن تدخل معهم إلى جهدنا مثل الشيطان الشيطان لماذا يغلل إنسان بيعرف حاله سيكون من أهل النار ولكن ما يريدوا إلا أن يدخل معه أكبر كمية من أبناء آدم إلى النار فيقتلون الأطفال والنساء ويهدمون البيوت فوق رؤوس أصحابها لأن هذا المفتي هكذا أفتن حسبنا الله نعم الوقي هذا مفتي يهودي ما وفتي مسلم اليهود ما يستطيعوا يتوصلوا لهذا الفتوى نسأل الله العافية أين الإسلام وأين علوم الإسلام وأين القرآن من هذه الفتاوى فواحد من هؤلاء التواغيت الطاغوت الكبير أو الطاغوت الأصغر أو المفتد عنده أو كذا يستبهم الذباب شيئا لا يستنقذوا أنا تكلمنا عن الأصنام أصنام طلق حجر أخذ الزبابة منه شيء من الحلوى أو شيء من العثور المحطوطة عليه ما يستطيع طيب هؤلاء البشر إذا جاء الزباب ووقف على عينه لحظات فنقى الميكروبات إلى العين ثم طار بده يبقى في العين ياخد ما استطاع ياخد كشف دخلت الجرسومة في العين حاولوا إنقاذه فلم ينقاذ وانا أعرف شخص حصل معه ذلك راحت عينه اليمين حاولوا ما يصل لعينه الشمال وصل لعينه الشمال صار أعمى زبابة واحد أخدت عينتينه ما استطاع ينقذ عينتينه منها وقد تذهب بحياته عندما تضع له ميكروبات في طعامه أو في شرابه وربنا سبحانه وتعالى لا ينقذه منها الله المنقذ ما في أحد ينقذه من الميكروبات التي تضعها الذبابة ضعف الطالب أي المعبود من دون الله سواء كان صنما أو بشرا وضعف المطلوب هذه الذبابة الصغيرة صغيرة ذبابة نأخذ لطاشة نضربها ولكن أحيانا قبل أن نضربها تكون أخذت إذا شاء الله أن تأخذ وكل شيء في الوجود بأمر الله نمرود صلت الله عليه مخلوقات صغيرة فدخلت في أنفه سمى دماغه ما عاد يستطيع ينام ولا يخف الألم عنه إلا يضربونه بالأعزي على رأسه مخلوقات صغيرة تدمرك أيها الإنسان الجراسيم والميكروبات التي تحدثك عنها الأطباء والتي تسبب لك أشياء وأشياء من سرطانات إلى أمراض خبيسة إلى أمراض غير خبيسة إلى أشياء تشل أمعائك إلى أشياء تشل عقلك إلى 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 لا ترى بالعين من خالقها الله فأنت ضعيف والله القوي يا إنسان يا عاقل تترك طاعة القوي العليم السميع البصير الذي يعلم كل شيء في الوجود والذي خلق كل شيء في الوجود فهو يعلم مصالحك هو خالق الكون والإنسان والحياة يعلم مصلحتك أكثر من نفسك نحن أحيانا منعنا مصلحتنا نقر بأن الخمر مضر وقرأنا وعلمنا الأطباء ونعم آمننا وصدقنا ويشربونا الخمر فهذا يدل على أن الإنسان لا يستطيع أن يقوم نفسه على مصلحته فمن باب أو لا مصلحته مع غيره مصلحته أو لا أما رب العزة يريد مصلحتك أيها الإنسان فهو خالق الكون والإنسان والحياة خلق الكون وسخره لك أيها الإنسان ولم يطلب منك إلا أن تطيعه لتحقق مصالحك في الدنيا وتعيش في مجتمع آمن ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض أما عبادتك لغير الله بشكل مباشر عندما تطيع الطاغوت من البشر أو بشكل غير مباشر عندما تقدس شعارات وراءها تقديس وعبادة للبشر لا ينفعك شيء ولو نفعك بشيء من العظام التي يرميها الأكلة بعد أن الأكل اللحم منها يرمونها إلى كلابهم هذا ليس نفعا لا تغتر به لو أنت كنت مع الله وأيقنت مع الله إن رزقك القليل والكثير فأنت في سعادة نفسية في الدنيا وفي سعادة كاملة دائمة قاردة يوم القيامة فاعلم أيها المؤمن وانتبه إلى قول الله تبارك وتعالى ضعف الطالب والمطلوب ثم يقول سبحانه وتعالى ما قدر الله حق قدره التربية الإيمانية الصحيحة اسمعوا يا من تظنون أنفسكم أنكم مربون وصوفيون الصوفية هي باتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإذا خرجتم عن اتباع محمد صلى الله عليه وسلم فليست صوفية إنما هي جهالة وضلالة الصوفية الحقيقية والإيمان الحقيقي أن يعرف المخلوق بخالقه ولذلك يقول الله تبارك وتعالى عن هؤلاء الكفار ما قدر الله حق قدره ما عرف الله لو عرف الله أنه هو الذي يسير اللقمة في جوفك ويقرج لها من معدتك العصارات التي تهضمها على حسب نوعها من حموضة أو غير ذلك فتتفتت تتحول إلى غذاء ينتقل إلى الدم يبدأ هذا التحول من اللعاب عندما تضع اللقمة في ثمك من العجن الذي تعجنه أدراسك من الذي فعل ذلك؟ لو أن الله سبحانه وتعالى لا ينظم مجرى الهواء عندما تبتلع اللقمة فالبلعوم يسد مجرى الهواء وتدخل اللقمة إلى المعدة لاختنقت بلقمتك تنسى ربك اللقمة التي تضعها في فمك الله سخر لك السماوات والأرض حتى تكون هذه اللقمة السماوات والشمس عندما بإشعاعها ونورها تتحول بورق الأشجار تحتفظ بالفحم وتترك الأكسجين لتتنفسه أيها الإنسان وتحتفظ بالفحم لتركب معه مركبات أخرى من هذه التربة فيخرج الله لك به الزرع والزيتون والرمان ومن كل الثمرات والحبوب والفواكه تنسى هذا الله الخالق العليم العظيم وما يعجبك طاعته رجعية لقا طيح هذا الدين شوال الدين رجعية لقا أخي الأفكار التي وضعها في ذهنك الفجار والكفار من اليهود الذين أفسدوا أوروبا وأمريكا هذه كانت كلامهم عن الكنيسة التي حرفوا الحقائق التي أزلها الله في الإنجيل حرفوا الحقائق فصار دينهم دين بقوا منطقي ما بتقدموا حتى يتركوا ولكن ديننا نحن نتحدى البشرية إن كان هناك حكم واحد لا يهدف إلى أصول خمسة هي مقاصد التشريع الإسلامي كلها لا يجدوا حكما يضارب حكما حفظ الدين حفظ النفس نفس البشرية لا يعتد عليها لا بالقتل ولا بالجرح وحفظ المال المال عصب الاقتصاد عصب الحياة الأفراد والجماعات وحفظ العقل إنسان بلا عقل بسكر ما في عقل ما هو إنسان حفظ العرض تقوم الجماعة الإسلامية تقوم المجتمع على الثقة والأمان يعلم الزوج أن هذا الولد منه أما عندما ينشر المجرمون باسم حرية المرأة لتتحرر من الأخلاق والطبيعة لتتحرر من الظلم والطغيان من عبادة غير الله هم يريدون أن يحرروا المرأة من الأخلاق والدين والاستقامة ويريدون بتحريرها أن يصلوا إليها بشكل غير مشروع فينشرون الزنا وينشرون الفوضى ولذلك مجتمعهم مجتمع متفكك لأن الإنسان لا يثق أن هذا الولد منه أو من أبوه من بلده لو واحد يجيز الضيف عجب زوجته وعجبهم بعض حرية أو واحد صيني أو واحد من الغرب ما يعني إذا كانت زوجته يلتقي فيها بالطريق بعد عدة أيام هي وشاب وسيم سلموا عليه تقول له والله بعرفك صديقي فلان أنا كنت عنده صليت لتة يوم اتشرفنا هذا أهل الجاهلية في البلاد العربية لا يفعلونه قبل الإسلام فهؤلاء يريدون أن ينشروا ما عندهم عندنا وليس ديننا كدين المحرف ديننا حق وحفظ الله قرآننا وقال سبحانه وتعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون هذا الذكر الذي أنزله الله وثبت أنه من عند الله وتحدى البشر أن يأتوا بمثله فعجزوا هذا اصطفى الله من الملائكة رسلا ينزلون بالوحي على رسلا من الناس وآخر الرسل هو محمد صلى الله عليه وسلم إن الله سميع بصير سميع يسمع كل شيء بصير بما يفعله الملائكة لا كما يقوله الطغاة من الروافض تاه الأمين هنا أمين تاه الملك تاه وتاه بين واحد عمره أربعين سنة وواحد عمره عشر سنين وما آمن عشر سنين إلا بعد أن أمر النبي محمد صلى الله عليه وسلم قام بالدعوة إلى الله فآمن كل هذا ما أعرف غلطه ولا يؤمن هذا ما أعرف غلطه ورجع الرسالة لعلي بل كذبوا الدجال السخافة يبسونها في أزهانكم وتصدقون الخرافات إذا كان ملائكة الله الذين لا يعصون الله ما أمرهم تسعبون أنكم تؤمنون بالقرآن إذا كان هؤلاء يخطئون ولا يصلحوا خطأهم ولا رب العز يصلح خطأهم كل هذا الدين كله خطأ بخطأ تركوه حسوا عن غيره فكروا وين عقلكم يا بني آدم الإنسان العاقل يختار الحق ويعقل يفهم أما من يقول أن الصحابة كلهم كفار فهذا الدين الذي جاءنا من القرآن والسنة جاءنا عن طريق الصحابة إذا كان كلهم كفار معتا ديننا كله فاسد فهم يعتقدون أن دينهم جاء عن طريق الكفار فدينهم فاسد نحن ديننا هذا القرآن الذي نزل به الروح الأمين على محمد صلى الله عليه وسلم الذي قال عن نفسه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور هذا ديننا نعتز به ونفتخر وقد أخبرنا الله في هذا القرآن أنه يحفظ هذا القرآن إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون ونحن إن شاء الله ثابتون على هذا القرآن ونعمل به بإذن الله ونرجو من الله أن يوفقنا لألا نخرج عنه ولا قيد أنم له وأن نلقى الله تبارك وتعالى وهو عنا راضي والله من وراء القصد والحمد لله رب العالمين أفلا يتدبرون مختارات من وحي القرآن لما فيه سعادة الإنسان مع الشيخ الدكتور عبد الله سلقين موسيقى 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 شكرا